موسيقى أسعد الله مسائكم بكل الخير وأهلا بكم إلى برنامج CEO Talks اليوم سوف نتحدث عن القطاع المصرفي وكيف يتعامل مع تدعيات الاقتصادية الخاصة بكورونا إن كان من ناحية المخصصات التي تم اتخاذها وذلك للتعامل مع القروض المتعثرة أو حتى موضوع التأثيرات الاقتصادية تراجع معدلات الربحية وتراجع معدلات الفائدة وتأثيرها على هذا القطاع ضيفي اليوم سيد أحمد أبو عيدة الرئيس التنفيذي في البنك العربي المتحد سيد أحمد أهلا بك معنا في برنامج CEO Talks أهلا وسهلا وألف شكر لكم لسي أم بسي عربية وطبعا تحياتي للجمهور شكرا أهلا يعني لربما العامل الأساسي الذي أثر على المصارف عموما هو عامل كورونا نحن نتحدث فقط هنا عن تداعيات اقتصادية كان هناك سلسلة من التداعيات المباشرة والغير المباشرة ولكن بما يتعلق بتأثير هذه الجائحة على مصرفكم هل بإمكانك أن تختصر لنا كيف أثرت هذه الجائحة على نتائج مصرفكم خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام؟ طبعا يعني بالنسبة لجائحة كورونا إلها عدة تأثيرات تأثيرات مشتركة على القطاع المصرفي بشكل عام وتأثير معين على المصرف اللي أنا بمثله بشكل عام طبعا تباطئ نسب النمو كان إلها تأثير مباشر إن كان عندك تجار كتير طبعا بالنسبة للمستوردات خففوا مستورداتهم وبالتالي الاعتمادات المستندية ونقص عدد المشاريع طبعا ينتج عنه كفالات لهذه المشاريع طبعا اللي فيه إنكم طبعا انخفض بالنسبة للإنترست والمارجنس طبعا صار فيه عندنا ضغط على المارجنس الفوائد طبعا نسب السيولة لها علاقة مباشرة نسب السيولة في بداية الجائحة صار فيه انخفاض مفاجئ بالسوق بالنسب السيولة وبالتالي للحفاظ على النسبة التنظيمية للسيولة بالنسبة للبنوك صار إسعار الودائع ارتفعت بشكل كبير طبعا هذه كان لها تأثير مباشر على انخفاض الإيرادات المتحدة حققة من الفوائد نعم فهذه جزئية مهمة جدا وناكن الحمد لله بالفترة الحالية نسب السيولة رجعت إلى وضع مريح نسبيا ولكن ليس كما كان قبل كورونا طبعا لا لسه ولكن أفضل بكثير من ما شهدنا ببداية الجائحة يعني نسب السيولة تحسنت بشكل كبير صار سحب مفاجئ لسيولة بالذات من مستثمرين عالميين وإقليميين للسيولة طبعا هذه زي ما حكيت اضطرنا طبعا نعوضها في دفع فوائد أعلى هذا بالنسبة للتأثير مباشر تأثير يخص مصرفي أنا اللي أمثله طبعا إحنا بإعادة هيكلة كاملة للمؤسسة في عنا كان بالنسبة للهيستوريك البوك أو التسهيلات التاريخية المملوحة سابقا سابقا كنا داخلين طبعا في عدة عمليات إعادة جدولة لبعض العملائنا وبالتالي هذه تأخرت نتيجة الجائحة اللي هي المستحقات تحت هذه القروض يعني دعني أتوقف هنا تحديدا عم تتحدث عن عمليات إعادة الجدولة والريستركتشرين والريسكتجولين اللي كنت عم بتقوم بها حتى يمكن قبل كورونا بكثير طيب هذا يعني بأنه بخلال الستة أو السبعة أشهر الماضية كان عليكم أن تتعاملوا مع مخصصات لها علاقة مباشرة بكورونا وتداعياتها ومخصصات لها علاقة أساسا بالأصول الخاصة بمصرفكم هل بإمكانك أن تعطينا بعض يعني ربما بعض النسب والأرقام للستة أشهر الماضية وكيف أثرت عمليات إعادة الهيكل التي تقومون بها على موضوع الوضع المالي بالنسبة للمصرف تمام هو صاروا بالتوازي يعني عندنا طبعا تأثير كورونا وطبعا الشركات التدقيق العالمية والآيفارس طبعا انطلب من البنوك يأخذوا مخصصات بالتحديد هذه كوفيد 19 فطبعا هذه أخذناها بالإضافة للأشياء التاريخية التي كنت أتكلم عنها وبالتوازي مع تعثر بعض العملاء نتيجة الجائحة وبعض العملاء من طبعا الريتيل بانكين الأفراد والشركات بالتوازي طبعا بالنسبة للريتيل كاستوميز كثير ناس فقدت أعمالهم فقدوا وظائفهم أو في ناس طبعا دخلوا في إجهازات غير مدفوعة وبالتالي الدخل التراجع بشكل حاد نعم وهذا كان له تأثير على موضوع المخصصات ولكن دعني أسألك اليوم البنوك المركزية وتحديدا بالمنطقة الخليجية قامت بدعم للقطاع المصرفي وقامت بدعم هذا القطاع تحديدا ليقوم هذا القطاع بتأجيل الأقصات بالنسبة للعملاء الذين تضرروا جراء كورونا وبالتالي المخصصات التي تم اتخاذها خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام تأخذ بعين الاعتبار الدعم الحكومي والدعم المالي دعنا نقول هل نتوقع بأن المخصصات خلال النصف الثاني من هذا العام أيضا ستكون مرتفعة وقد تكون حتى أعلى بسبب ربما انتهاء فترة الجريس بيريود اللي انعطت للعملاء الذين تضرروا يعني أنا أعلق على الإجراءات الاحترازية اللي أخذها بالبنك البنك المركزي الإماراتي طبعا البرنامج الدعم الموجه تاس كان له أثر إيجابي جدا وكان لما البنك المركزي أطلقه أطلقه بوقت قياسي صراحة فمن بداية الجائحة صار الدعم موجود وعملاء معظم العملاء اللي متأثرين استفادوا منه طبعا أنا موضوع يتزيد المخصصات لنهاية السنة مش بالإمكان اليوم نشوف هذا الحكي بشكل دقيق ولكن احنا يوم بيوم عم بنتابع قد يكون إذا الأمور العالمية بالنسبة للجائحة زادت ولكن احنا لازم عم بنراجع بشكل دوري ويومي بالأحرى فأني أعطي رأيي بالضبط بخصوص أو توقعات بخصوص المخصصات يعني ما تتحدث عنه أن هناك حالة عدم يقين تجاه وضع الاقتصاد العالمي وإلى أين سيقول إليه الأمر بما يتعلق بكورونا قبل أن نعطي أرقام محددة بشأن موضع المخصصات ولكن اليوم لدينا مخاوف حول العالم من موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا ولدينا أيضا مخاوف بأن الحكومات قد تضطر لإعادة الإغلاق مرة أخرى قبل نهاية هذا العام هل أنتم متخوفون من تأثير هذا الموضوع على القطاع المصرفي وعلى مصرفكم تحديدا أو تعتقدون بأن ربما الحكومات بات لديها خبرة بالتعامل مع عملية الإغلاق وبالتالي قد تستطيع أن تخفف من الأثار السلبية له أكيد صار في خبرة يعني مش أول أزمة بتمر فيها المنطقة أو الدولة هذه مش أول أزمة في أزمات كثير مرت فيها المنطقة العام لكن هذه أزمة مضاعفة لأنه في عنا تأثير أسعار النفط مين مين عندك أسعار الفوائد وأسعار النفط وعندك يعني معطيات كثير ولكن حضرتك طرحتي موضوع هل أصبحت للحكومات خبرة نعم لأنه فترة ست شهور مش فترة قليلة اليوم أنه كل دولة تأخذ الإجراءات بما ترتقي مناسب في أشياء تجربت ما نجحت في أشياء تجربت ونجحت وبالتالي الحكومات تعرف إيش تتحاشى بالمستقبل أو أفكار جديدة تيجي بالنسبة لحظر وحجر وتبعات الكورونا فتخوف من ازدياد مضطرد في المخصصات لنهاية السنة هو مش تخوف ولكن أكثر منه الترقب ومتابعة لظروف السوق بشكل يومي نعم طيب دعنا نتحدث عن موضوع معدلات الفائدة يعني طبعا بحكم الربط ما بين العملات ما بين الإمارات العربية المتحدة الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي وأيضا الموضوع مماثل في المملكة العربية السعودية هذا يعني بأنه السياسة النقدية التي يتبعه الفدرالي ستطبق هنا الفدرالي في آخر ما سمعناه تحديدا من جاكسون هول أشار إلى أنه معدلات الفائدة ستبقى عند هذه المستويات الصفرية لفترة طويلة وتحدث عن أنه لم يعد يستهدف الاثنين في المئة كتضخم وسيسمح للمعدلات بالصعود بشكل أكبر وهذا يعني بأن الفوائد هنا في المنطقة أيضا ستبقى تتعرض للضغط ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة للمصارف هنا هل كل المصارف قادرة على تحمل الضغوط على معدلات ربحيتها بنفس الطريقة أو أن هناك تفاوت فيه طبعا بأيد الكلام اللي نحكى بالنسبة للتوقعات بالنسبة للفائدة ظلها منخفضة هذا يعني نوعا ما واقع وإحنا لازم طبعا كبنوك نوجد أو نشوف أماكن تانية لجني أرباح ونظلنا بربحية طبعا فيه عدة أماكن الواحد ممكن يعني خارج الدولة داخل الدولة زيادة عدد البرودكتس اللي البنوك بتقدمها لعملائها فهذا البنوك لازم تحتاط لفترة طويلة من المعدلات الفائدة المنخفضة جدا ولكن لا يعني إذا ظلت معدلات الفائدة المعلنة طبعا قريبة من الصفر عند مستويات دنيا عند مستويات متدينية جدا لا يعني بشكل مباشر رح ينعكس على سعار الإقراط لأنه مثل ما كنت تكلمت سابق على موضوع الفوائد على الوداء نعم سعرها عم ارتفع نتيجة لوضع معين من السيولة يعني هناك معايير أخرى يجب أخذ بعين الاعتبار طب بأقل من دقيقة هل نتوقع عمليات اندماج واستحواذ أكبر في القطاع المصري في الخليج خلال الفترة القادمة بسبب هذه الضغوط التي يتعرض لها أتوقع نعم وهي قبل الجائحة كانت توجه لعمليات استحواذ واندماج وشفنا عدة نماذج ناجحة جدا في الدولة كمان نعم وأتوقع تكون على مستوى المنطقة تستمر لفترة معينة ما ننسى موضوع الكفاءة التي تحققها عمليات الاندماج بشكل عام فأتوقع نعم شكرا لك سيد أحمد أبو عيدة رئيس تنفيذي للبنك العربي المتحد على وجودك معنا شكرا لك شكرا ومشاهدين هذه نهاية حلقة اليوم من برنامج CEO Talk نلقاكم في حلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة